المسؤولين العراقيين المسؤولين العراقيين لن يسمحوا للنظام الإيراني بالتدخل في الشأن العراقي وتزامنا مع مؤتمر ميونخ للأمن خرج متظاهرون إيرانيون في ساحة كارس بلاتس تضامنا مع الانتفاضة الشعبية الإيرانية وطلب المتظاهرون بطرد وزير خارجية النظام الإيراني جواد ضريف أثناء لقاء كلمته في المؤتمر وأكدت معصومة بلورتشي ممثلة المجلس الوطني للمقاومة في ألمانيا أن ضريف لا يمثل الشعب الإيراني وأن ما يمثل الدكتاتورية الدينية الحاكمة وأضافت بلورتشي أن قمع الشعب داخل البلاد وتصدير الإرهاب والتطرف والتدخل في الشئون الداخلية لدول المنطقة يرسخ من دكتاتورية النظام وأن لا دور بناء له في تحقيق الاستقرار والأمن ترجمة نانسي قنقر